مع ان انا في شهر السيام والمفروض ان انا بناكل اقل من الطبيعي لكن في ناس كتيرة جدا هيعد عليها رمضان وهي زايدة في الوزن في الفيديو ده ان شاء الله اقول لكم على ثلاث حاجات ممكن تعمل كده اول حق غلط ممكن تكون بتعملها في رمضان وبتسبب زايدة وزنك هو ان انت بتاكل كتير على وجبة الفطار بتاكل كميات كبيرة زي ما اتفقنا وقلنا بكده في فيديو عن مواصفات الفطار الصحي اللي سأسابه لكم في اللينك فوق لو ما شفتهوش يعني ان الفطار لازم بتاكل فيه كمية معقولة من السعرات الحرية متاكلش كمية كبيرة لان انت لما بتاكل كميات كبيرة الهرمون الانسولين بيبدأ يزيد فجأة بطريقة كبيرة فبيبدأ يحول الاكل الزيادة اللي انت بتاكله دوت لدهون فبالتالي بيزودك في الوزن تاني حاجة ممكن تكون بتسبب ان انت تزيد في الوزن هي الحلويات مش عايزك تتكرهني انا بقول لك الصح وانت ليك تعمل وليك ما تعملوش بس ابدأ اعرف حيثيات الامر والموضوع عمل ازاي وبعد كده اخد قراره الحلويات كمية كبيرة جدا من السعرات الحرية بتاكلها في ثانية بسرعة جدا تخيل انت ممكن تداخل كده المطبخ الجميل وتاخد لك يعني حتة بق طايف ولا حتة جلاش جميل جدا ولا قطعة باسبوسة الكلام ده على قد ما هو صغير وتقول لي دي حتة دي قطع مليان سعرات حرية انت ممكن تاكل حتتين قطعتين باسبوسة بكيلو موز مسلا انت متخيط كيلو موز هيشبعك هتشبع تاكل وتحس ان انت بالشبع مما قطعتين باسبوسة هلا هيسدهم معاك ده انت بالعاست هتاكلهم واساس انت عايز تاكل تاني مش هنقفل على نفسين خلص ان احنا ما نقولش حلويات في رمضان لان ده مش شيء عملي يعني احنا حسين نكون عمليين في الموضوع لو هتاكل حلويات يبقى رأيي شخصي ان انت في الاول بتحسب سعراتك الحرية اللي انت محتاجها في اليوم تمام حسبتها وطبعا برضو الكلام ده لو ما شفتش الفيديو بتاع حسب السعرات الحرية هحطت لك من لينك ده وقد هحطت لك لينك برضو فوق للسعرات الحرية الموجودة في كل الاكل اللي انت بتاكله بحيس ان انت هتقدر تعرف الاكل ده اللي انت بتاكله في سعرات قد ايه فبعد كده تبدأ تحسب السعرات اللي انت كلتها على مدار اليوم او السعرات اللي انت هتاكلها هالله انا مثلا هفتر بكزا وبعد كده الواجبتين اللي بعد كده السحور هيبقى فيه كزا وده هيبقى فيه كزا مثلا يتبقى معاك نسبة معينة من السعرات الحرية ابدأ حط النسبة ديت في الحلويات يعني مثلا افترض يبقى لك متين كالوري محتاجهم ابدأ كلهم عن طريق الحلويات يبقى انت كده ايه كلتها حلويات لكن في القطار بالتصويرات الحرية اللي انت حسبه لنفسك فبالتالي مش هتزيد في الوزن هتفضل تبع الخطة اللي انت ماشي عليها ثالث نقطة ممكن تخليك بتزيد في الوزن في رمضان وهي الكسل يعني واحد واكل قد كده على الفطار وقضيها حلويات يعني متوقع ان هو يكون بقى يعني ملك النشاط اكيد لا لو انت دبيتها جامد على الفطار ومالتاكل حلويات مش بتروح تصلي كتير العبادات عندك مخسعة خالص فبالتالي بتطبيع ولا بتتمرن كمان فبالطبع هتكون كسول جدا في رمضان الكسل دوت معناها ايه يعني قلت حركة قلت حرق سعرات حرية فبالتالي تعمل ايه تزيد في الوزن ايه بنا لانتالت حاجات دول وان شاء الله مش هتزيد في الوزن بل ممكن كمان تقل في الوزن شوفكو بكرا ان شاء الله في نفس المعاد اسلام عليكم